هل سبق وأن لاحظت وجود مثل هذا الجهاز المعدني على فتحات المياه أو عند مدخل البناية أو حتى في الأراضي الزراعية؟ هل تساءلت يوماً عن وظيفته؟ دعني أطرح عليك سؤالاً بسيطاً هل تود أن تشرب ماء نقياً؟ أم ماء قد يكون عاد إليك من شبكة الصرف أو من خزان ماء ملوث؟ هذا بالضبط ما يمنعه هذا الجهاز أنه جهاز مانع التدفق العكسي جهاز صغير لكن دوره كبير جداً مانع التدفق العكسي يمنع رجوع المياه الملوثة إلى شبكة المياه النظيفة ويحميك من أخطار لا ترى بالعين لكنها قد تؤثر على صحتك وصحة من حولك وأين يمكن أن تتواجد المياه الملوثة؟ خذ مثلاً مصبح خاص في البيت الذي يحوي مياهاً مع كمية كبيرة من الكلور إضافة إلى الأوساخ التي تتجمع في المسبح وأيضاً هناك أنابيب المياه المعدة للأطفاء الأنابيب الحمراء وهي ليست معدة لنقل مياه الشرب الماء تبقى فيها أشهر وربما سنوات وهذا يجعلها مليئة بالبكتيريا والروائح الكريهة وفي السهول تستعمل المبيدات والأسمدة التي يتم إدخالها إلى أنابيب الري هناك المضادات الحيوية التي يتم إضافتها في حظائر تربية المواشي والدواجن وفي المصانع هناك استعمالات لمواد كيميائية مختلفة متى تحدث مشكلة رجوع الماء الملوث؟ هناك ثلاث حالات رئيسية قد تؤدي إلى رجوع الماء من الأنابيب أو الخزانات أو المعدات إلى شبكة المياه العامة أولاً انخفاض ضغط شبكة المياه مثلاً عند حدوث كسر في خط الماء الرئيسي أو استخدام مطفأة حريق ضخمة يضعف الضغط فيسحب الماء الملوث من مصادر مجاورة إلى الشبكة تخيل أنك كنت تملأ مسبحك بناربيج وتركته وعدت لتجد أنه تم شفط مياه المسبح عبر النبريج إلى شبكة المياه البلدية وتخيل هذا السيناريو الأخضر خرطوم موضوع داخل برميل السماد أو ماء راكد بدون حماية مانع رجوع ثانياً زيادة ضغط المصدر الخارجي كأن يكون هناك خزان أو مضخة داخل المبنى أو في نظام زراعي يدفع الماء بقوة زائدة باتجاه الشبكة فيدفع بالماء الملوث إلى الداخل ثالثة وجود وصلة غير محمية بين الماء النظيف والماء الملوث مثل توصيل بين مياه الري المكررة وأنبوب المياه الصالحة للشرب أو توصيل شبكة أنابيب الإطفاء وشبكة مياه الشرب خلاصة القول هذا الجهاز البسيط يحمي صحتك دون أن تشعر سواء كنت صاحب بيت أو مزارعاً أو تدير المنشأة تأكد من وجود جهاز مانع رجوع عند نقاط التوصيل فهو خط الدفاع الأول ضد تلوث المياه ترجمة نانسي قنقر